أيها الأحبة في الله لقد قرر المصطفى عليه الصلاة والسلام بوحي من الملك العلام أن أكثر ما يدخل هذه الأمة القبر إنه العين العين الحاسدة من الإنس والجان تسبب موت هذه الأمة وتدخلها القبور بل إن في الحديث إنها تدخل الجمل القدر والرجل القبر وما إصابة الناس بالعين هذه الأزمان وانتشارها وأن الأطباء لربما حاروا أمام المرضى وأمراض لا دواء لها وأمراض حار الطب في صرف الدواء لها تتشكل تتغير نفوس تتلوم نفوس محطمة خوف رهاب حزن قلق التفكير في الانتحار اكتئاب أدواء تتشكل وتتنقل في البدن وما ذاك إلا لقلة ارتباط بعض الناس بذكر الله الله جل وعلا ختم كتابه بالمعوذتين حتى يعوذ العبد برب الناس ويلوذ برب الفلق ويستعيذ به من شر ما خلق فإن الإنسان في على كوكب الأرض تحيط به المخاطر من عيون يراها ومن عيون لا يراها والبعض منا يخاف من الرجل أو المرأة إذا علم أن هذا أو تلك عائن أو عائنة خاف منه وتولى عنه وبدأ يناديه قل لا إله إلا الله أذكر الله صل على محمد طيب أنت يا أيها الخائف لماذا أنت لا تتحصن ولماذا أنت لا تذكر الله ولماذا لا تلوذ بجناب الجليل جل وعلا فيعيذك من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإنك لتعجم أيها المبارك أن بعض الناس ترافق مع العين الحاسدة يعيش في حزن وفي اكتئاب وفي قلق وفي مرض وفي عزلة لا يحب الناس يخاف من السفر لا يحب اجتماعهم لا يضحك في سجن داخلي سجنه الشيطان أو ذاك العائن نظر إليه فما برك ونظر إليه فما هلل ونظر إليه فما قال تبارك الله فإذا هي تصيب بدا خالي من الحصانة ولو أن قلنا من المسؤول أهو العائن أم المعيون لكان المعيون تقع مسؤولية العين عليه ابتداء لأنه ما ذكر الله ما تحصن بالله ما صلى جماعة لربما ما كان طاهرا إلى غير ذلك من الأدواء التي تدمر النفس البشرية أحبابي حتى تعلم أن الناس بحاجة إلى راقي أحياناً أنظر إلى تجمعهم على أبواب الرقاة والطوابير التي تنطلق خلف استراحات الرقاة مع أنه لا يوجد في ديننا وظيفة اسمها راقي كل واحد يرقي نفسه وكل واحد يلوذ بجناب ربه وكل واحد يدعو وعلى دعاء المضطر تكون الإجابة أم من يجيب المضطر إذا دعاه وإن بعضنا أحبابي بسبب نعمة بدت عليه بات يجملها للناس والأيام هذه أحبابي صار الناس لا يستطرون بنعمهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يعقوب نبي ما كان يرد قضاء الله إذا حل لكنه يعلم أبناءه كيف يختفون بالنعم ولا يبرزونها وبعض الناس الآن إسنابات يتعشرون عشاء بخمس ريالات ويصورونه يشترون قهوة عصير نعمة يغيرون الأتاذ يجملون الصغير فيصورون ويرسلون وأولئك يستقبلون ثم يرسلون بدل السنابة عين ماحقة ساحقة تمحق ما بقي من صحة هذا المسكين إنها مأساة إن بعض الناس في بيوتهم دخلت الهموم والأمراض يقف أمام الطبيب أنا مريض فيني حرارة فيني نفر جلدي لدي قولان لدي اكتئاب مهموم يبكي الطبيب يفحص ويفحص ويلتفت يقول والله ليس بك من دار إنها العين التي لا يخرجها تحليل لربما ولا يكشفها إشاعة لربما معناها كنت ضعيف الحصانة وأنت ضعيفة الحصانة ثم أرسلت عين من عين حاسد من الجن أو الإنس وأحياناً تتوحد العين الإنسية والجنية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ومعظم العيون التي تفتك بالحياة وتسبب الطلاق والأمراض تكون في صلاة الأفراح يوم أن تتعرى المرأة تكشف صدرها وتكشرف يديها وبعض الساقيها والبعض تكشف بطنها ثم تتجمل ساعتين وثلاث في الكوافيرة وتخرج فتشهق تلك فتتوحد عين الإنسي الحاسد مع عين جني حاسد فإذا استودعت ذاك البدن هلك هلك أكثر ما يدخل أمة القبر العين ولو أن شيء سابق للقدر لسبقته العين كان سهن بن حنيف رضي الله عنه في ماء يغتسل فنظر إليه أحد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان جلده جميل من أحسن الناس جلدا قال جلد ولا جلد مخبأة ما رأيت قط قبل اليوم أي ما رأيت أجمل من هذا الجلد وجماله فتنمض وسقط وكاد يهلك فغضب الحبيب وقال هل تتهمون له من أحد ثم قال على ما يقتل أحدكم ساحبه نحن في هذه الأزمان نساء في قرة العين عند طفلها وأطفالها وزوجها تصرخ في وجه الزوج طلقني حسى ما شر لماذا يطلقها كانت آمنة في سربها في نعمة قارة طلقها لأن العين أصابتها ولذلك نحتاج في كل بيت إلى راق وأجمل الرقات هو أنت 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 لا تأخذ بزوجتك ولا أطفالك إلى الرقات أنت الراقي هي الفاتحة وآية الكرسي أواخر البقرة المعوذات هذه هي الرقية وليس هناك رقية غيرها ولا يوجد هناك تمتمات ولا همهمات ولا تعاوذ لا نعرفها يقولها الرقات ولا نعرفها كلها نعرفها بل إن كثيرا من أهل العلم قالوا إن الرقية في كتاب الله هي سورة الفاتحة فقط هي الفاتحة فقط لقول الحبيب للصحابي وما أدراك أنها رقية ردد الفاتحة عشرا عشرين ثلاثين الأمر واسع وانفث بها اجمع يديك وقرأ بها وانفث على بدنك على طفلك على زوجتك العين حق بل ورد في الحديث أن العين تردي من الشاهق أي أنها تعلق في حديث أنها تولع أو تعلق بالرجل حتى ترديه من الشاهق حتى ترديه من شاهق يعني يجي تفكير لازم أن تحر الدنيا ما لها حلول لازم أموت يطلع فوق جسر يطلع فوق جبل ويرمي نفسه فيموت أو يأكل علاج زائد أو يشرب مواد نظافة أو غير ذلك فيهلك ويهلك نفسه بسبب ماذا؟ بسبب أن الشيطان تلك العين علقت به فلا زالت تضيق عليه الحياة كلها ضيق حزن بكاء سجن في البيت ما يخرج يعني ما يحب الناس في ألم يكره الصلاة جماعة يكره اجتماعات الناس ثم يبدأ بالأحزان ثم يأتيه الوسواس الخناس الدنيا ما لك داعي أن تكون فيها ولمثلك المفروض يريح والراحة في الموت ارمي نفسك من عالق ومن شاهق ومن مكان بعيد وهنا يهلك بعض الناس عياذا بالله بقتل نفسه مترديا من هالك أو غيره بسبب أن العين علقت به ولو أنه منذ أن علقت به العين رقى نفسه لخف ضغطها وآلامها ولذلك كثير من الناس خرجت أسر من بيوتها وما عاد منها أحد سيارة جديدة والأطفال ما أجمل منهم هل بركوا ما برك عليهم العائل هل هم تحصنوا ما تحصنوا ومن هنا خرجوا للناس وقد انكشفت عنهم انكشفت عنهم الحصانة نعم انكشفت عنهم الحصانة فهلكوا عياذا بالله هلكوا بسبب عين والبعض منا معاشر الأحباب على النعم التي عنده قليل الذكر إذا كثرت النعم عندك فيجب أن يزداد ذكرك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الجنة جنتك والبستان بستانك والمزرعة مزرعتك وأنت ينبغي أن تذكر الله حتى لا تضر نفسك إذا أنت قد تضر نفسك مشخص واقف قدام المرآة وقعن انت مسمس الله اجزاك خير وتطيب وما أجمل طلتك وطلعتك أو تلك المرأة وهي تضع المكاييج والأصباق وجملت نفسها قولي تبارك الله أحسن الخالقين اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يذكر الإنسان ربه على نفسه فكيف بالناس إذن بعضنا نعم هو الذي عرض نعمته للزوال أمرام الأطباء يقفون أمامها حائرين سرطانات وأورام وبكاء وأحزان حبيبنا لما دخل على أم سلمة فرأى جارية عندها بها السفعة السفعة ذهاب وضاءت الوجه واحد كان مورد الوجه في صحة وعافية إذا هو يحزن يسمر سمرة مع صفرة مع حمرة مع حزن هذه السفعة وكأنه يائس وكأنه بائس قال الحبيب استرقوا لها من العين علم الحبيب أنها بها العين ولذلك بعض الأطفال يبكي ويبكي ويبكي الليلة كله الطبيب أعطى العلاج أعطى مسكن أعطى فيفدول ما نفع ضعي يدك على رأسه وردد الفاتحة سبعا 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 ثم اقرأ المعوذتين فإنها عافية وهي شافية وهي كافية لكن خل نوديه للطبيب معقول للطبيب لأنه ليس في البيت طبيب نوديه للراقي كيف ترديه في الراقي أنت الراقي وأنت المضطر أما يجيب المضطر وأنت المضطر إذا دعاه وأجمل رقية تكون منك على نفسك وعلى أهلك وقد انتشر هذه الأزمان أولئك الذين يعادون نعم الله في أناس تخصصون في معادات نعم الله فإذا رأوا إنسانا كملت نعمته اشترى سيارة بنى بيتا توظف في وظيفة جمول ظاهره اشترى شيئا من الجمال ظهر في خلة جميلة أمرأة متجملة طفل قد كبر وهما يدري عنه هذا ولد فلان قل طيب تبارك الله ثم شهق شفقة فإذا ابن فلان يتردى من علي فأقول لذاك الذي يعادي نعم الله اتق الله في المسلمين وبرك فإن العين إذا كانت تخرج منك وأنت تعلم فأنت جان متهم بل ومجرم إذا لم تبرك لأن عينك قد تستودع في بدن إنسان آخر محطاته سرطان لا يعرف له علاج ثم بعد ذلك بعد ذلك القبر وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل أمة القبر العين اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين ومن حاسد إذا حسد تحصنوا به سبحانه وتعالى فإنه العاصم جل وعلا أستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا